مرحبا بكم جميعا آآ كيف حالك يا اخي احمد الله يكرمك خد الغياب يا اخي احمد علشان خطر الشهادات بإذن الله. أخي احمد عبدالغاني ان شاء الله يأخذ الحضور والغياب دايما الله يرضى عليك ويبرك فيك يا اخي احمد. طيب علشان ان شاء الله بس الحضور اللي ان شاء الله هنتفك مع بعض هما دول اللي يكون لهم شاهدتك. يزاك الله خير. نعم. ان شاء الله باذن الله على خير سنستفتح بالله دي هو خير. عبد الرحمن بن بكر ان شاء الله قلنا له انه هيقرأ. باذن الله ان شاء الله. خلينا نبدأ نومين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الشفر للمرسلين. سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم اننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اشفاء من كل ده. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اه ان شاء الله نبدأ مع خير الكلام. وخير البدايات ان شاء الله. اه مع اقتلاوة طيبة من افي عبد الرحمن البكري من السودان. ان شاء الله يتلو ما تيسر من القرآن الكريم. تفضل يا افي عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ستكرم. اعوذ بالله اربعة اشهر وعلموا انكم غير معجز الله. غير معجز الله وان الله مخز الكافرين. وعذان من الله ورسوله الى الناس. الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله. فان تبتم فهو خير لكم. وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب اليم. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. ان الله يحب المتقين. فاذا سلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ان الله غفور رحيم. اتع عليها فتحة. فتحة. وآتوا. وليست وآتوا. وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ان الله غفور رحيم. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنة. ذلك بانهم قوم لا يعلمون. كيف يكون؟ جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم. كراءتك طيبة وجميلة. ونفع الله بك يا اخي عبد الرحمن. ان شاء الله خلينا نتكلم في الاشياء دي على الخاص يا اخي احمد بعد اذنك علشان دامش وقتها دلوقتي. نعني حاضر سأرد عليك في كل سؤال ولكن ليس الان ليس موعده الان يا اخي اكد. اه جزاكم الله خيرا اخواني الكرام اخي عبد الرحمن. ان شاء الله باذن الله اه ازا في حد عنده اه استغسار في الحساس الماضية قبل ان نبدأ العملي. الان ان شاء الله باذن الله هيكون عندنا تدريب عملي ان شاء الله باذن الله. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. هيكون عندنا مراجعة على كتابة الحروف. بعدين هناخد تدريب اخر لاستعداد ان شاء الله للخطوط المائلة باذن الله. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. لان ما حدش سأل. فان شاء الله معنا ان ما في كده ما حدش عنده سؤال. طيب يا اخواني الكرام. ان شاء الله باذن الله. آآ بنفتح الكاميرا. هفتح الكاميرا عندي ان شاء الله باذن الله. واستأذنكم ان شاء الله هتبعوا معايا. هناخد مراجعة على كتابة الحروف. عشان كان هناك آآ عدد كبير من الاخوة محتاجين تصحيح للكتابات عندهم. فاظن ان العمل افضل وسيلة. واظن ان مش كل الناس جلست وكتبت آآ زي ما طلبت. يعني آآ فاحنا دلوقتي جلسين مع بعض جلسة طيبة في ليلة الجمعة المباركة ان شاء الله نذكر الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ونستفيد ان شاء الله باذن الله. فان شاء الله باذن الله الآن يا اخواني الكرام والاخوات الكريمات. هنعمل مراجعة على كتابة الحروف المفردة الكابتل الكبيرة والحروف المفردة الصغيرة ان شاء الله. بعدين ان شاء الله ازا كان هناك متسع من الوقت هنأخذ التديب الاستعداد للكلمات المائلة والحروف المائلة. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ان شاء الله تحضروا ادواتكم وتجهزوا اشياءكم واغراتكم. علشان باذن الله نبدأ آآ قريبا الان ان شاء الله باذن الله. اتفضلوا يا كرام ويا اخواتي يا كريمات. جهزوا ادواتكم ان شاء الله باذن الله. نسعدها ان شاء الله باذن الله. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا هنحاول ان شاء الله نكتب واخوي احمد هيرسل لحضرتك الكتابات. طيب يبا هنبدأ نكتب حرف الايه اهو. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هنعمل النهاردة ايضا الحروف عموديا ان شاء الله بادن الله. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. اسيب مسافة مناسبة. يكون النزول قد الخروج من فوق. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. اي بي سي دي عصية الدي. بنبدأ من السطر اللي فوق من اعلى. الى اسفل خليها عمودية خالص بالشكل اللي احضراتكم عارفينه ده اهو. ميلة صح? مم. نعم. مالة مينة. مم? نعم. سبحان الله. اي بي سي دي. او استغفر الله. بي من حقها هتميل. خير ان شاء الله. بسم الله. نعم. اهو شوف يا احمد يا عبدالغني. اخوي يا احمد. بامشي شوية ومعاز ومعاز. بامشي 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 مقدر نقطة زي او نقطتين. وبعدين ببدأ اتحرك. واجي هنا قبل نقطة او نقطتين برضو. شفت قبل نقطة او نقطتين. علشان دي تكون دي تكون دخلة كده. صلونا على النبي صلى الله عليه وسلم. اي بي سي. دي. عليا الصلاة والسلام. على مهلنا خالص التكرار بيعلم الشطار. والصبر ان شاء الله يعني جزاء الجنة. صلونا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. 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 نعم نعم يا اخويا احمد زود بقى. ما النهاردة برضو هيك. علشان من ضمن الاشياء السطور دي. يعني من ضمن الاشياء اللي محتاجة تعديل زود سطرين. شفت ام معاز ومعاز كانوا معاملين ايه في دفاتيرهم? احمد ومعاز. هتزود السطر. السطر اللي تحت ده تزوده واللي فوق ده تزوده. طيب. صلونا على النبي صلى الله عليه وسلم. شف الخطة احسن المرة اللي فاتت. انا نفسي خطي متحسن عن المرة اللي فاتت. ولا ايه رأيك? مش صح? مش فيه فرق? طيب. نعم. اهو اهو. انزل عمودي على مهلي خالص خالص. تمام? سبحان الله شفت? لازم كله يحس بفرق. الحمد لله. طيب الحمد لله. كلنا كلنا مش انت بس. والله كله الحمد لله. طيب. ممكن انا لو نزلت ليه بتنزل? لان انا بنزل يعني انا من فوق شايفة انها على السطر لكن من تحت سنة الالم عد. فانا قبل السطر بقى في شوية بحس ان هي كده خلاص هي وقفت على السطر. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. نعم اف. بعدين. هنيجي للجي. صح? نعم. مش عندي استاذة وفاة. عندي انا كمان وعند استاذة شرين وعند استاذة هناء. كله كله يا جماعة الخير. مش عندي حضرتك بس. وانا ليه بغي نكرر حصة النهاردة? لان التكرار ده له نتيجة طيبة ان شاء الله. طيب? صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم? نعم. اف جي. تحتها بالزبط? تحت الايه? خلينا بقى عندنا تنسيك يا جماعة الخير الله يرضى عليكم. طيب? اهو. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم? الناس في البداية حست ان خلاص ما فيش امل وايه الدورة لأي كلام. لكن فعلا احنا لو اخي احمد ارسل الشغل ده هينبهروا بيه. ومش هيصدقوا ان ده مستوى الحصص اللي احنا اشتغلناه. الناس اللي مش حضروا معانا. طيب جي اتش. واللي بياخد ياخد اول بول الله يرضى عليكم. اهو. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم اجي من فوق اعمل عمود. واقف عند السطر. التاني عمود. واقف عند السطر. اهو. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين هنعمل حرف الاي. الاول اخد دي. عشان اجي في نصها او من الشمال لليمين. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم اهو. هاجي من النص وانزل عمودي. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم اهو. جي. نفس الاي. جي تحت الدي اكتب الجي. اهو. ده. اهو. سلا على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كي أصلا يا مدي أصلا يا مدي هنمساها عشان الرطوش اللي طلعك من الكلام ديت صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أجيب من فوق لتحت صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم يا استاذة ايصر. هنعيد الامة تاني. عدنا بحب الرصاص. عندي استعداد اطلعها احسن من كده. ايه المشكلة لو مسحتها وكتبتها بقى احسن من كده? فيش مشكلة. نعم. يلا تفضلي يا استاذة ايصر اكتبي معانا الله يرضى عليك. نعم احنا بنكتب الحروف تانية يا استاذ ايصر. ن او 5 P Q 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 Nعم, ما عليش اسمح لي يا اسوات ابراهيم S تفضلي خدي الصورة. خدي راحتك وعايزة ارجع لحرف وقول لي لي ارجع لحاجة تاني. اللي الحرف اللي انت عايزة ارجع له بارجع له. صلونا على النبي صلى الله عليه وسلم اس. دي. اه حاضر خضال. مهم حرف الدي. بيبدأ من الاول ده الخط الاول ده التاني ده التالت زي ما قلنا المعاس ده الرابع. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب للاولات كده وانا كذلك يكون انا عارف الخطوط اللي انا شغال علينا. تمام اروح هنتاكل يلا. ام. بي كيو ار اس. حرف الاس. حاضر حاضر طبعا ان شاء الله باذن الله. ام. تي. الاول اعمل العصاية اهي كبيرة من هنا الهن. ممكن من الشمال اليمين او من اليمين للشمال. واجي من النص من هنا انزل بالعمود بقى. لازم دي الاول. تمام? طيب عشان اقدر اخد من النص اقدر اتوسطنها كده وانزل عمودي بقى براحتي اول. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. لازم يا جماعة الخير. انزل بالااااا بالهصاية دي الاول الافك ده اللي اعمله الاول. صلى الله عليه وسلم. بعدين انزل بقى بالايه? بالعمود. تمام حضراتكم? س تي. صلى الله عليه وسلم. بعدين هنعمل حرف الايه? ؟ س تي يو. طيب. اس تي يو. تمام انا باكتب بقلم رصاص فسنه مش طالع باللحة لكن بصوا التكوس من تحت متزن ازاي يا جماعة الخير بص شوف شوف في عينك هنا عامل ازاي شفتوا شفتوا الشكل اللي من تحت المحدد من تحت متزن جدا ازاي اهو. وصلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. سي تي يو. في. مكان الاكلام ومكان ايدي. حرف الفي. البي رفع شوية. البي رفع شوية. البي رفع شوية. البي رفع شوية. و و و و و خلينا نعملها عمودية زي ما عملنا ال M نعمل ال W صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم ال W بعدين هنعمل ال X تمام حضرتك عايزين الشكل التاني اللي هو المنحني اللي مش عمودي اللي هو هيبقى كله منحنيين يعني ال W ازا عملنا يا أستاذ ريهم هيبقى ده منحني اهو 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 واخدبال حضرتك اهو انا مكبره كتير علشان حضرتك شوفين اهو لان دول بيكونوا ميلين تمام تمام يا أستاذ ريهم بس خلينا من دوان دلوقتي صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم اكس دابليو اكس واي هنعمل الشكل التاني من من ال W النهاردة اهو اللي عملوا حد من الشباب او ما عملوش حد اهو ده بقى اللي بيكون نازل على طول ما بيبقاش زي الاميص يا أخي احمد تمام صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم الام برضو اهو طيب واي زد هاجي انا مقابل دي انا نازل لما باجي من ده باجي مقابل ده ولما بنزل باجي مقابل ده تمام انا ممكن احدد لنفسك اهو علشان تبقى متازنة ولا كبيرة ولا صغيرة انا جاي اهو صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم اهو احاول ما خلها يشتتهز صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم اهي الصفحة كلها شكلها الجميل مش بنوصل على الخط السلس في الايه في الام هي كده ممكن نعملها كده مش غلط برضو ولكن الافضل القصيرة ديت يا اسازة ايسر طيب خلاص خلصنا الكابيتل مع بعض شوف الشكل الحروف احسن النهارده كل واحد يشوف في صفحته كده ويقول لي احسن ولا مش احسن قولولي ايه رأيكم في صفحتكم النهارده اهو انا انا بشتغل مع ناس مبدعة انا عايزك بتبدع كده وانت شغال صح ايه رأيكم والستاذة رهام ايه رأي حضرتك في خط النهارده كارني خط قبل رهام دكتورة رهام كارني شغل دكتورة رهام النهارده بشغل دكتورة رهام الحصة الماضية بتكلم على شغل حضرتك كارني بنفسك معاز كارن شغلك طيب بس حصة واحدة بس حصة واحدة شفتوا احمد عبدالغاني كارن شغلك ام لانا ردي علينا على الشات على التكست واستاذ ابراهيم حضرتك كنت غايب الحصة لفاتت اظن ها والمعلم واستاذة ربيعة دكتورة ربيعة علي ام معاز واستاذة ايصر واستاذة تكوى واستاذة رهام فرج واستاذة شرين واخي عبدالرحمن البكري ومعاز كلكو ردوا عليها دلوقتي على الشات هل في تحسن من حصة واحدة جميعا عدي عدي الكتابة يا ام لانا عشان نعرف اقتقصد حضرتك ايه جميل نعم يعني افضل افضل من من خط حضرتك الحصة اللي فاتت حضرتك حضرت طيب ايه رأيك حضرتك في الحصة اللي فاتت وعمر ايضا خطت حسن عمر خط مبتز اصلا ده عمر ده رائع ربنا يبارك فيه ده ولد مبتز جدا ما شاء الله عليه ازايك يا عمر بالمصري عامل ايه ربنا يبارك يا رب مرة ماشي اتقلبت مرة طيب يا زول حاضر ماشي يا زول مقبولة منك يا زول ام لانا نعم افضل عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم الله يسلمك يا دكتورة وحمد الله على سلامة حضرتك يلا يا جامعة الخير خلصنا خلصنا كتابة طيب ان شاء الله وانا بصحح هتكتبوا مرة تانية يعني انا وبمرل عند زمال حضرتكم هتكتبوا كلكم مرة تانية باذن الله صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم كلكم كلكم بلا استثناء بس عايز المرة التانية دي بقى ايه احسن من دلوقتي كمان تمام احنا دلوقتي هنكتب الحروف المفردة ان شاء الله وبعدين نمر على خطوط حضرتك تحصك جاية عادي مش مستعجلين على كمية اللي هناخده كيفية النهاردة ان احنا خرجنا بالخط دول عايز استاذة رهام ترجع تبص الاول يوم لما قلنا براون فوكس وذا كويك براون فوكس جنبس اوفر تشوفي حروف الجملة دي بعد اذني كلكم كلكم يعني انتو دلوقتي بتقولوا النهاردة احسن من الحصة الفاتحة لا بصوا النهاردة وحصت زا كويك براون فوكس دلوقتي كلكم لا هنكتب لوحده في مكان لوحده يحدد بس ارجعوا لي ادوني تغذية راجعة الاول انا حص يا جماعة دورتي عمليا عبر القرات شوفوا كل واحد جالس في قرة او في دولة لكن ان شاء الله بنستفيد كلنا اكننا جالسين في غرفة الدراسة كلنا مع بعض ارجعوا يا استاذة رهام فرق استاذة تكوى استاذة ايسر استاذ عبدالرحمن كل الموجدين امه معاز واحمد ومعاز وتكوى ارجعوا لدفاتركم زا كويك براون فوكس وشوفوا الحروف وانا متأكد شوفوا الحروف بتاعتها وتعالوا شوفوا الحروف بتاعت الصفحة دي يلا عشان ناخد الاسمول وردوا انا مش هكتب اللي من الاربعتاشر واحد ولا الستاشر واحد يردوا علي ان شاء الله باذن الله قريبا يا استاذ وفاء رحوما ان شاء الله هنعرفكم لما يكون في دورات هنحط لكم للاستفادة ان شاء الله على القناة بإذن الله على التليجرام قولوا لي دلوقتي بس ردوا علي الله يرضى عليكم ردوا علي على خطوطكم في زا كويك براون فوكس واسمك يورنيم شوف احمد عبدالغاني كنت كاتبها ازاي الشطار بقى عملولي صورة من اسمكم